يقول كم عدد الرضعات الطبيعية لكي يصبح لدي أخ من الرضاعة وهل هناك شروط أخرى؟ هناك شخص رضعته أمي رضعة واحدة ورضعتني أمه مرة واحدة فهل في هذه الحالة نصبح إخوان؟ لا الرضعات لازم تكون أولاً خمس رضعات متوالية وبعدين الرضعة لازم تكون من الثدي رأشاً يعني مو المرة مثلاً أحياناً تحلب وفرض باشتكان وتطيل الطفل لا الرضع لازم تكون بثمه يعني الطفل يلتقم الثدي وخمس رضعات متوالية أي ثمين وأن تكون الرضاعة في خلال فترة الرضاعة يعني بهالشنتين من أول من يوم مولادة إلى شنتين أما إذا عمر بن بعد الشنتين ورضع منشر الحرمة الرضاعة تفتت في الرضع الواحدة ما تعتبر ناشر للحرمة سواء هو رضع أو فيه رضاعة خمسة أو إذا أنبت اللحم وشد العظم يعني رضاع متوالي وأن يكون بثمه مباشرة زين وأن يكون في مدة الرضاعة مو خارج مدة الرضاعة